مرحبا طلاب ورجعنا ياكم حلقة جديدة اليوم طلاب راح نكمل ياكم موضوع الكلكتيف ناونز احنا حاليا لحد اللحظوين بالنون برادايم بعد ما مكملينه احنا مقدنا هذا الشابتر ينقسم الى نون برادايم اللي هو تصريف او تصريف الاسماء والفاب برادايم تصريف او تصريف الفعل وكذلك الكمبارابل برادايم تصريف الصفات والظروف او تصريف الصفات والظروف احنا بقعدنا بالنون برادايم فوصلنا الى فقرة بالنون برادايم اسمها الكلكتيف ناونز شنو معنى الكلكتيف ناونز معنى اسماء جامعة شنو معنى اسماء جامعة يعني اكو كلمات هاي الكلمات مرصر مفرد ومرصر جمع اذا انا شو نعرفها حسب السياق موضوع سهل وبسيط سهل وبسيط الدكتورة فقط تضيق جملة يقول لك هنا هاي الكلمة مفردة وجمع انت هس رح انطيك طريقة رح تعرف انه الكلمة هاي مفردة وجمع صورة سهلة وصحيحة انتبهوا يعني شوف هنا فوق خلنا اخذ هسا هاي الجملة فوق يقول سنقلة هنا مفرد وهنا جمع يعني هاي جوا جمع حسب هذا البلورال وهاي الجملة اللي فوق يكون مفرد هاي بالبداية زيان انا هاي الجملة الاولى the family is sitting at the dinner table يقول ركزلي انت وين على كلمة the family بالاحرى كلمة family جوا هنا انا هم the family ركزلي على كلمة family family فوق صاره مفرد وجوا جمع صح الولار شو عرفت هانا مفرد وجمع من اجيل الفعل اللي مال جملة الفعل مال جملة وين بالجملة الاولى يعني هاي الجملة الاولى وين فعل مالها اللي هو ال is طبعا ال sitting هي العبارة الفعلية ال is فعل مساعد وال sitting فعل رئيسي انا هاي سيخليني بالفعل المساعد اللي هو is ال is يجوين المفرد لوين الجمع وين المفرد بالتالي ما دام هنا is اعتبر انه الفاملي مفرد جوا هنا انا الجملة جواها اذا تلاحظون هاي اعتبرت family جمع ليش لان الفعل ما الجملة have طبعا هي have gather it هي هاي العبارة الفعلية have فعل مساعد و gather it فعل رئيسي بس انا قلت لكم خليني وين بالفعل المساعد ال have تيجي ويت جمع لوين المفرد تيج ويت جمع لان ال have هو المفرد فما دام have اذا اقول the family جميع واضح؟ هس لحد الان الوضع تمام زينا ولكن هسا تتورح تسألني على المعنى مالها فقط هاي الجملتين تسأل على المعنى مالها البقية ما تسألنا به والمعنى موجودة قدامكم هنانا يقول الجملة الاولى family احتبرتها مفرد ليش لان هي بمثابة it او the unit عندما عامل العائلة كأنما هي وحدة واحدة احتبرها مفرد يعني شلون؟ العائلة مين تتكون ابو اوم ابن العفو اب و اوم اخ اخي جد جدة عم عم و الاخري هاي العائلة صح؟ اذا انا احتبرها هاي العائلة كوحدة واحدة احتبرها مفرد ولكن اذا احتبرها على اعداد يعني اقول members هاي جوه يقول the individuals the individuals يعني شخصة بيهنانا اقصد اب father mother sister brother uncle aunt grandma grandpa اذا هيتش اقصد كاعداد انا اكيد راح يستعند جمع عدد بالتالي احتبرهم جمع ولذلك هو مخلي ذيهنانا ولكن بالجملة الاولى هو ما يقصد كاعداد لا يقصد العائلة كأنما هي وحدة واحدة one unit بالتالي عوض عنها بالضمير it فهنا ممكن واحد يسأل يقول هذا الضمير شنو it وهذا ذي شنو هنا ال it يعني يقول عادي اقول هنا اللحظة يقول عادي احذف the family وخلي مكانها it فصر it is sitting at the dinner table جملة طبيعية الجوهنانا يقول ما دامتها the family احتبرتها الجمع ممكن اعوض عنها بالضمير they احذف the family وخلي they اقول they have gathered from many parts of the country شفت شلون هاي بس وقدت لكم هنا بالجملة وليقول ذي unit يعني يقصد بها العائلة كأنما هي وحدة واحدة بالتالي يقول the family is sitting at the dinner table يقصد العائلة ككل وحدة واحدة يقول جالسة هاي العائلة مو جالسين للاعداد الافراد لا جالسة هاي العائلة وحدة واحدة وين بطاولة العشاء بينما الجملة الثانية the family have gathered from many parts of the country هناش يقصد الاعضاء العائلة يعني يقول عندما تجتمع العائلة راح شنو have gathered تجمع from many parts of the country ممكن الابن من الزوجه طالع بمكان البنت من الزوجه طالع بمكان والاولاد والعمام كلهم باقي بس الاب والام بهذا البيت تمام فيقول هنا العائلة تجمع الاعداد من مختلف المناطق من البلاد يعني الابن يجي الابنة يجي العم العام الجد الجد هنا يقصد شنو كافراد بالتالي جمع ذاك عوض عنهم بالضمير ذاك واحتبر هاي الجملة او the family جمع هسا وصلنا لا فكرة انه الاسماء الجامعة اسماء مرة صر مفرد ومرة جمع حسب الجملة يعني حسب السياق مبينة بس بهاي الجملتين المعنى هذي نحفظ بجملة الاولى اقول هنا the family بمعنى the unit وحدة واحدة بينما تجوا هنا the individuals نقصد فراد father mother والاخر زين بالجملة الاولى اقدر احذف the family اخلي مكانها it لان هي مفرد بينما تجوا the family احنا بيحتبرها جمع اقدر احذفها وخلي مكانها ذي هنا تمام شوف الهاس التمارين التمارين سهل بهاي التمارين فقط عندك فراغات هنا شريد منك يتخلي sg يعني singular و pl plural شنون يعني اكو كلمات ماءلة بكل جملة هاي الكلمة هي collective noun يعني عندك البانت البانت church staff staff tribe congregation congregation اذا تلاحظ ظن الكلمات الماءلة هذن كلهم collective nouns اسماء جامعة يريد مني بالفراغ اكتب هاي collective noun يعني هاي الكلمة واخرده جامع حسب الجملة راح تعرف اشتون تعرف راح تلقى اكو مامير يعود عليها اذا لقيت ذير لقيت ذير بالجملة اذا هذا اسم جامع لقيت it يعني هذا مفرد راح نشوف هسا شوف الجملة الاولى طبعا هو شي مسوي الجملة نفسها عايتها بس الفعل مغيرها يعني هاي انطيك الدليل انه هاي مفرد او جامع الجملة الاولى the band is playing well today اجي the band مفرد لو جامع اروح المن للفعل الفعل هو يقل لي هذا مفرد او جامع اش لقيته لقيته is صح الولى بالتالي the band شاعت ابرها مفرد فاشا اكتب هنا بالفراغ لحظة بالفراغ اكتب s g هاي شوف الجملة الثانية the band are playing well today the band هاي شاعت ابرها مفرد لو جامع اشوف الفعل are madame are اذن البان شاعت ابرها جامع اكتب p l بالنقضة الثانية شفتش لون هي هاي الفكرة ما نهب التمرين سهلة وبسيطة ترى ما يراد لأي تعقيد خلنا اجي مثلا الجملة الثالثة يقول the child became شوف هنا became هذا الفعل الماضي ما الbecome وإحنا ذا ذكروا من أخذنا الماضي إذا the goods came لا يتذكرونها قدت لكم الفعل بالماضي ممكن يصير بيشكال إنه هاي الكلمة ما أعرفها مفرد أو جمع إذا بالماضي أروح الكلمات اللي بعد الفعل الضماء الراحلقة هلنا يدلن إنه هاي الكلمة الكلك مفرد أو جمع شلون شوفوها الثالثة the child became dissatisfied with their ropes والجملة الرابعة the child became dissatisfied with its singing إذا تلاحظون شنو الاختلاف اللي صار عندنا هنا فقط ابذني آخر شي there والits ropes والsinging هس أنا ذني أسماء ما لعلاقة بهن أشوف الضمار there وits أنتو برأيكم الذير المفرد لو جمع جمع والits للمفرد بالتالي شا سوي أقول أقول ياب هاي جملة الثالثة كلمة choice جمع ليه جمع لأن عندي هنا ضمير ينوب عنها اللي هو بينما جملة الرابعة the child أقول مفرد ليش لأن عندي its يعود عليها وهو يجو المفرد شفتش لون إذا لقيت هاي الكلمة وولا الفعل بالماضي الفعل بعد ما رح ينطيك إنه هذا الفاعل مفرد أو جمع تروح إلى ضمير تلقى موجود شرط ضمير رح تلقي ضمير حس هذا الضمير its there موك رح تلقي جمعة تلها المهم يدل إنه هذا الاسم أو الفعل مفرد أو جمع شون هاي الجملة تعالي مثلا شوف هاي النقطة الخامسة والسات بس هاي جملتين عن الموض نعبر إلى موضوع ثاني شوف السات the staff of the college paper were assembled to discuss their last edition هس آني إذا أجق اللعب هاي the staff of the college paper هذا كله سبجكت خاطس لكم الدكتور هذا كله سبجكت نفس الحار the staff of the college paper هاي يسمونها نانو في ريس عبارة اسمية هذا تأخذونا بعدين إن شاء الله بالمرحلة الثالثة the staff of the college بيب هاي كله اعتبرها نانو في ريس عبارة اسمية وكلها جاء مكان السبجكت زيان عند الفعل وين بالجملة الأولى والثانية هنا هي من الفعل عرفته المفرد لوين جمع المفرد بالتالي هاي ستاف الكلمة المال اعتبرها شنية مفرد إذن عند الفعل ادرع المفرد بينما جوه هنا ستاف اعتبرها جمع ليش لعند الفعل ما هاي شنو هاي بدون ما اكمل الجملة ومعناها بدون ما اكمل من الفعل عرفته شفت شلون نفس الحالة بالجملة السابع عندك نا تجي للجمع جمع هنا ووز بالتالي ترايب شا اعتبرها مفرد هنا أنا عندك الكون اعتبرها مفرد لين إتس عدعا المفرد هنا الكون اعتبرها جمع ليا عندك الهاف الهاف تجي ويتجمع شفت شلون هذا التمرين تجيب من الدكتورة تطنق جملة وتقل لك انه هاي الكلام المفرد او جمع انت تجي لقيت الفعل موجود سهل لك الموضوع وز للمفرد وير للجمع واز وار هاف وهاز زين لقيت الفعل بالماضي مثل بك والاخره تشوف اكو ضمير بالجملة سكملنا عندك هذا الحدش هنا تشوفونا هذا زين والصفح الثاني هنا هم عندك تكملة ذنين كل هذا الحدش وين كل تيجي المل التمرين الجمع احنا شو راح نسوي راح ناخذ طريق مختصر للجمع هذا ما تقلون تعوفون راح نطيكم هنا حالات الجمع تحفظون مثل ما هن حالات الجمع اللي عندنا مرة جابة دكتورة سؤال قالت عدد لي حالات الجمع احنا شو راح نسوي راح نحط لكم هسا صورة الحالة ما تجمع ويحظ ما عليها مثال واحد كل اش كافي زين راح اروح هان المل زين مال الدكتورة طبعا ها هي اروح لشابتر الهدعش حالات الجمع وين هن ذنيا شوف هنا عندك منا تبلش النقطة الاولе وين ها carp هاي النقطة الاولى تبلش هاي الثانية هاي الثالثة هيت شوف النقطة الاولى حالات الجمع يعني تعرفون ها كلها حالات الجمع النقطة الاولى اللق الطبي وحي راح يكون فقط ويا الاسم حالات الجمع بعد صفreu للي الاسم يقول اسم مثل كلمة وشيب وباس شبيه الذني وحتى بيرتش ذني أربع كلمات يقول ذني الأسماء نفسهم بالمفرد وبالجمع واضح؟ يعني بين قوسين ذني أسماء جامعة ذني مجمع هن ما يصير يقول ما يصير هن نفسهم بالمفرد وبالجمع يابا شون عرف المفرد أو جمع؟ شون مساعة الجمع حسب الجملة شكل الفعل تلقى موجود تعرف إنه هاي مفرد أو جمع أو ضمير ينوب عليها فأنت شو تسوي؟ تقول يا بأسماء مثل كلمة Dear, Sheep كلش كافي إلها نفس الشكل بالمفرد وبالجمع زين هاي الحالة ش يسمون هذا الكلمة أو الاسم نفسها بالمفرد وبالجمع يعني ما قدر أضيف لأس الجمع يسمون هن ذني zero plural They are called نسميهن يعني ذني الكلمات Dear, Sheep, Pass, Perch ذني يسمون هن zero plural يعني شنو هنا ما خليهن أس الجمع أبدا ركزوا بها يصيروا بلورال احتمال الجسرح وخطأ وفراغ زين ناجة يكملها إن You are not allowed يقول أنت كطالب ما مسموح لك تؤتاج أنه تخليهن S, P, L ما مسموح لك تخليهن أس الجمع مستحيل لأن ذلك الكلمات نفسهم بالمفرد وبالجمع هاي الحالة الأولى الحالة الثانية Other nouns الأسماء البقية are made plural by adding يقول أكو أسماء هاي الأسماء من أجمعها ما ضيف إلى S شاشة ضيفة يقول ضيف لها فقط EN شنون هذي يسمون another homophone of SPL هاي ما لكم علاقة بيها يعني أنا ما يتعمق به هاي ما الhomophone أخذناها بالشابتر الثامن لا خلونا هس حبة حبة مارت أعاقدكم وربطكم بالشابتر الثاني خلي بالشي اللي أنتم هسا مطالبين بي هاي تعوفونها ما لكم علاقة بيها مثليش هاي الأسماء اللي بتجمع أضيف لها EN مثل child children شفتش نوضفت لها EN هس ممكن واحد يقول child وال R هتا موضفت R لا أشوف بالchild من أقول children صح ها نضيفت R بس هاي الأر مو ما تجمع مو يمه مو يمه ال R فأنت خلي ببالك هنا child والchildren الجمع يصير بال EN هاي الأر هيش تنضاف مو يجمع عبدا aux الأوكس هذا أعتقد الأوز حيوان الأوز أو كذا هيج جمعة شي صور aux ضفت لها EN شفتش لون بس دين الكلمات هاي الحالة الثانية أجمع بإضافة EN الحالة الثالثة يقول نوز أسماء مثليش goes tooth man هاي جمع الشار يقول are made plural by replacing infectious يقول هاي الكلمات أو الأسماء من أجمع هسور replacing infectious أغير فقط الفيكس إحنا قلنا شو الفيكس الكلمات اللي تصير في وسط الكلمة لا بالبداية بريفكس ولا بالأخير صفكستان الفيكس في وسط الكلمة يعني مثلي اشي يعني يقول هاي المان شو تصير مين غيرت الآي لا e tooth double o أسوي e فأصير teeth غيرت الغوز هنا أصير geese double o غيرت هاي شفتشتون اي يقول for example على سبب المثال the double o in goes is replaced يقول هاي double o بكلمة goes أغيرها is replaced أغيرها بي أمين by the infix double e الشي اللي double o أخلي مكان double e شوف in the plural geese هاد جمع مواني زين هاي اللي هناك الليش كافتي تكملها بعد أحسن and the a in man يقول كذلك حرف a بكلمة man is changing أغيرها into إلى شنو إلى e in the plural main في كلمة main بحالة أو بصيقة الجمع هاي عندك يا نوع النوع الثالث ما الجمع النوع الرابع يقول أذر ناوز الأسماء البقية like مثلي كاف لوف وايف هاد المتعارف عن الانطلاب احنا موعدنا قاعد الكلمات أو الأسماء منتهي بالأف أو الأف اي أقلي بالأف أو الأف اي يقول suffer from changing the F يقول هاي الكلمة التعاني ما لك لا قاعد التعاني من تغير الأف المن إلى V in addition يعني يقول تقلب الأف إلى V ووضيف شنو حالة الجمع لها الأس أو الأس مثلا الكاف شو صير هاي الكاف قلبت ال-F إلى V وضيفت ES الليف الف قلبت هلا V وضيفت ES ال-Wife ال-F E قلبت هلا V وضيفت ES أحنا الجمع المتعارف عليه واضح طلاب هس كم نوع صار عندنا جمع واح ثنين ثلاث أربع عدنا النوع الأخير الخامس يقول كلمات أجنبية يعني كلمة جايبينها من فرنسا أكو كلمات مثلا جايبينها من اللغة الفرنسية من اللغة الإسبانية ومخلينها باللغة الإنجليزية هاي المرحلة الثالث راح تاخذون كتاب ال-Linguistics عم اللغة البراوينج الاستعارة يعني كلمات جايه من اللغات الثانية وضيفتها بالإنجليزي فهنا حالة الجمع ما لا تختلف ما تنطبق عليها قاعة الجمع ما اللغة ما الإنجليزية تنطبق يا قاعدة قاعة الجمع ما اللغتها الأم هنا هي هاي الفكرة مالهاي النقطة يقول ناونز أسماء which are borrowed from other languages أكو أسماء أجتنا من اللغات الثانية وخلوها بالإنجليزي into English may follow the regular plural يقول أكو معظم الأسماء اللي إجلنا من اللغات الثانية ممكن أجمحها جمع إنجليزي نتبهوا يا هنان مثل كلمة شنو سوبرانو يقول هاي من يجتني سوبرانو from Italian إجتني من اللغة الإيطالية شبيه is made plural as سوبرانو ركز سوبرانو كلمة إيطالية أجمح أجمع تياتي مثل إنجليزي أضيف لها فقط س سوبرانو ضفت فقط س ولكن نتبه other para with nouns الأسماء البقية المستعارة مثل كلمة phenomenon معناها ظاهرة يقول keep شنو their original plural as phenomenon إذا تلاحظ هنا طلاب هنو أخر ذني شوف هنا في النوم شمس هنا هاي المفرد صح لو لا وهاي الجمع شم غير بها هو إذا تلاحظون هنا on صح وهنا شمس اي شوف هنها فبالمفرد هاي الصيغة في النوم بتجمع أحذف ال on هاي وخلي مكان اي شفتش لون هاي الفكرة ما لهاي النقطة يقول اكو كلمات مستعارة من لغات ثانية مثل كلمة سوبرانو هاي الإيطالية هاي الكلمة بالتحدي سوبرانو الإيطالية أجمع هجمع احتي ما أنا أضيف فقط s ولكن اكو كلمات ثانية مثل في النوم هنا هاي شوف هنا انتم هاي ما اضيف الها اس بالجمع ذني حالات الجمعين حفظا طلاب درخ كما تجيبها الدكتورة عشان وعدنا تعدار واضح طلاب زين هسا هنروح نكمل وين بالكتاب من فهنانا عدنا بجمع طلاب عدنا هذا التمرين داعش بوين ستة هذا التمرين مو مهم طلاب يعني انتم شوفوا شكوا التمرين بيه كتابة صوتية مو ديش لهمية يعني الفكرة ما لتا هنانا هو العنوان هاي جاي يقول لك اللحظة يعني يقول اكتب لي الكتابة الصوتية ما الكلمات فهذا ما اعتقد يجي ما اعتقد هنا الفكرة شوفنا قدامكم يقول مثلا كلمة اخ طبعا على الفكرة للجمع اضيف لها فقط اخوان وكذلك لها جمع ثاني هذا الجمع الثاني ما او شريد منك يقول حاج جمع تجيب البداية تكتب كتابة الصوتية هنا زيان كتبته تقول يساوي وتجيب الكلمة الاصلية المفرد دخلي هنان كتابة صوتية زايت يقول شن التغير شن لتغير هنان هنان هذا الصوت تغير الى هذا هذا الاشواه شيقصد بي يقصد هذا الاشواه هنا الاول هذا يقول تغير المن الى اي امني ابو يتغير لا اي هاي شلون يجي حرف حرف تغير لا اي زيان بعدها صغير عندي التغير يعني حرف حرف يسوي له تركيبة تغير من الى من المفرد للجمع يقول الاشواه هاي تغير الى ار شواه هنا وين ها ار شواه هنا هاي يبلش اول شي من انا اخر دني يبلش منين حرف حرف يبلش حرف حرف يعني من المفرد للجمع هذا الحرف يبلش البي موجود البي الار موجودة هنا الاشواه هاذ يقول اتغير المصار الى هذا الذ موجودة الاشواه ر اتغير المن ر اشواه ن مثل ما شوف مخطط قدامكم نفس الحالة بقيت كلمات هنا يصير النفس المخطط هاذ بس هذة ما اعتقد يجيكم لي مو مهم بس هي الفكرة مالتة هاي قدامكم محلولة اكو كلمات مكتوب عليها one المورف و two المورف شين الفكرة ما تذني شوف الone المورف معناه كلمات هاي الكلمات اضيف لها فقط s اضيف لها فقط s معناه انه الكلمات اللي تنتهي بالف او الف اقلب ه ما اضيف اس لا اقلب ها اضيف اس يعني اذا يصير تغير اغير احرف وظيف هاي يسمونه two المورف واذا لا ما اقلب وظيف فقط اضيف اس هذا one المورف اعيد الone المورف معناها الكلمة يجيبها اقبالي واخلي الاس بدون ما اقلب الاف 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 وظيف اس لا فقط جبت الكلام وخلي اقبالي وضفت الاس هذا one المورف معناها اقلب الاف او الاف 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 اقلب يعني وظيف اس الكلمات وين هنشوف اللي هي هوفز لا مو ذني غريف سكارف شيف تروت وارف شاذ بليف وكذلك ريف وويت ويف وستاف اذا تلاحظون ذن الكلمات منتهيات كلها باف وذ شوف مو كل الكلمات المنتهي بالاف او الاف اي ينقلب الاف وظيف اس مو كلهم اكو كلمات فقط اس اضيف الهم يا بشلون هن بزلين كلمات طلاب ادرخون هندرخ تروح بنهاية الكتاب وراح تلقى الحل موجود شلون مثلا عندك كلمة غريف او غريف معناها الحزن هاي بتجمع فقط اضيف الاس بصير غريف ما قلب الاف الاف وظيف اس لا غلط فقط هاي كلمة غريف وظيف الاس بتجمع بالكتالي ما دام انا ضفت اس تجمع ما قلبت هاي احتبرها وان اولومورف لو تو اولومورف مادام ما غيرت بس ضفت اقول وان اولومورف اكتبه هنا شلون كذلك كلمة بليف هاي هاي ما تنقلب الاف الاف وظيف اس لا فقط باضافة اس اجمع ما لها شا سوي ما دام انا هنا انا ما قلبت بس ضفت اذا نعتبرها وان اولومورف شا تشلون اما الكلمات اكو به مثل كلمة ما تذكرها بالضبط يمكن سكارف هاي تنقلب الاف 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 وظيف اس ما دام قلبت الاف 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 وظيف اس ما دام قلبت يعني هاي اعتبرها تو اولومورف هاي تشلون هاي الفكرة معنا التمرين سأرحبنا آي الكتاب امح rejoin لكم الكلمات هايت وان اولومورف وهايت تو اولومورف. نحفظا كما هنه قلت لكم هان وان اولومورف معناه الكلمة ما اقلي بالاف الى هذي وضيف اس. لا فقط اضيف لها اس جمع. التو اولومورف معناها اقلي بالاف الى هذي وضيف اس. واضح? ايه? ها يعدكم التمرين هذة. اللي بعد هناش راح يصير عندك هذي لحد شي تتعوفه تروح المن هذا التمرين. هذة طلاب الكلمات اللي هنه اللي اتقلكم به. هذة الكلمات اللي مستعدة اتذكرون بتلكم الكلمات الاجنبية المستعارة البراوينغ من اللغة الفرنسية الاسبانية الايطالية اليونانية الاغرية والى اخره وجند اللغة الانجليزية. الجمع اذا نلاحظ طلاب فقط ضيتي الكلمة سوبرانو الايطالية بتجمع قبقت عليها قاعة الجمع مالتنا باضافة اس. ولكن في النومنا هاي لا ما ضدت العس يعني حذفت الاخر حرفين او ان وخليت مكان اي صح? ايه? هذن الاخمسطاعش كلمة يندخن كما هنه. روحوا بنهاية كتاب ادخوهن كما هنه. شين معناها؟ ذن كلهن مفرد طلاب. هذن الكلمات لحظة كلهن مفرد ذنه. الاخمسطاعش كلمة كلهن مفرد. تريد الدكتورة حالة تجمع مالتهم. يعني شلون؟ هاي كمثال هسه. اه كمثال عدنا مثلا هاي الجملة الاولى. عدنا اكرايتوريان. هاي الكرايتوريان طلاب. انتم هسه بالرسم الصوتي ما راح تلقوا بنهاية الكتاب. راح يشوفون مثلا هاي. واحد واثنين. يعني معناها هاي الكلمة لها حالات جمع اثنين. اكراح يشوفون كلمات لها حالتين. حالة تطبق عليها قاعة الجمع مالتنا باضافة اس. وحالة لا. حالة الجمع مال لغتها الاصلية. مثل هاي. اكرايتوريان. معناها معيار. اردى سويها معايير جمع. الحالة الاولى هو كاتب لك زت. الزت معناها اس الجمع. يعني فقط اقول كرايتوريانز. هاي حالة الجمع الاولى. حالة الجمع الثانية يقول هاي الشواهنة اسويها شواه. شنو معناها? كرايتوريان. احذف الاوان. اللي هو جايقول عليها الشواهنة. وخلي مكانها شواه. اللي هو الاي. فصير كرايتوريان. حذفت الاوان وخليت اي. كرايتوريان. فصارت معايير. فحالة جمع الثنين. ما رابع اضافة اس. وما رابع قلبت الاوان الى اي. راح تقول زي احنا ش مادرينة. انتم مطوبينكم مش يسوون. مثل ما هو حالكم يعني هاي النقطة. تحفظون رسم مالها شوهي ش محلول ابنهايت وكتاب كما هو. زيان. النقطة الثانية عندك سمثال هاي. ذيسيز. هاي مفرد. ذيسيز. تمام. زيان. اهنا ردي يسويها جمع. يقول هو الآي زت. اللي هاي آي زت. قلبها المن. الى إز. شنو معناها؟. يعني هاي الآي اس تنحذف. يتخلى مكانها إي اس. فصير. ذيسيز. هيتش. هاذا حالة جمع مالتها. شو تشلون؟. قلبة الآي اس الى إي اس. هذا رسمين حفظ. انت ماكو داعي تكتب لها إي اس وهنا اس. لا فقط الرسم ماله. هذا المثل ما موجود قدامكم. هذا الحل ماله. شو تشلون؟. لحظة. هاي الحل ماله. هاي الحل ماله. نقطتين. نقطة الأولى والثانية. يعني حالة جمع أولى وحالة جمع الثانية. تحفظون كما هنثين هن. يعني دكتورة شو راح تسوي. جيبك يا صحة وخطأ. يقلك كرايتيريان شبيهة؟. الجمع ماله أضيف لها شنوة اس. صح لو غلط أقوص صح. هاي حالة من حالة جمع. تقلك الكرايتيريان. الحالة من حالة جمع. أسويها كرايتيريان. أحذف ON وخلي مكانها A. يعني أصير كرايتيريان. أقوص صح. أو شو تسوي الدكتورة؟. تقلك كرايتيريان. أحذف الONE A. وخلي A. لحد الآن صح. وخلي اس وراها. هاي حالة جمع مالها هاي الكلمة صح. لو غلط أقلها غلط. شلون؟. ليش أنا جايقلكم. حفظوا رسم صوت مالته. لاح تمال الدكتورة. أجب مننا. نفس اللي طبقت هنا على هاي النقطين. اطبقونا على ذنين. واضح طلاب؟. يلا. هسه نروح نشوف موضوع ثاني. هنا هسه عادنا طلاب الناون بوززو. احنا هسه شغلنا نروح كلنا نتناول الاسماء. صح لولا ايه؟. هسه خليج للضمار. ولحد اللحظة احنا وين؟ بالناون بردايم. ما يعني طلعنا وكملنا الاسماء والضمار. بعدنا. بالناون بردايم. شوف هنا طلاب. هنا عندك الناون بوززف. يعني شنو معنى الناون بوززف؟. أستة ملك. شغلنا راح يصير وين؟ بأستة ملك طلاب. رقز ويال. هنا طبعا طلاب ذني. اتحفظون هين على قلبكم. النقطة الاولية. البزيشن او بلونغ نيس. اه بلونغ اغنس. كاركتريزيشن او ديسكريبشن. اورجين. ماجر. اللي هو التايم. الفالو. الاسبيس. سبجكت اوف اكت. اوبجكت اوف اكت. ذني ينحظن كما هنه. ولكل وحدة مقابلها. مثال. ينحفظ مثل هاي. اه بزيشن او. بلونغ اغنس. تحفظ جونز هات. هذا المثال. هي كل وحدة مطيك انت مثاليا. كل وحدة مثاليا. انت تحفظ. الاسم هو مثال. الاسم هو مثال. زيان. اهنا انا هسا ما كاتبين لك كوصف حلو عليها على ما اتنعرفهن. شوفوا شلون. قبرة راح للتمارين. خلنروح لما المنزمة دكتور راح تشوفون شلون. اه ينفصلها اكثر. اروح لمن الشابتر اله. هنا ذني. وين هن? ذني. شوف. ذني يسمونهن. يعني علاقات الناون بزيشن. العفو. ذي ريليشن اوف ناون بزيشفنس. يعني العلاقات ما الاس التملك. انحفظا. ممكن يعني الدكتور راح تجيب لك هاي. تقل لك انه البزيشفنس. اس التملك. شبيها انتبه. هاز الها دفرن سيمانتك ريليشن. ان ناون فريز. السيمانتك شنو معنىها طلاب؟ معنىها المينينج. المعنى. خلال سألكم دكتور راح شنو معنى السيمانتك؟ قلولها مينينج. تمام؟ اكو لها علاقات خاصة بالمعنى. هاي العبارة الاسمية. شنو ما انت فقط تحفظ هذا السؤال؟ تخلنا جهاز نشوف. الريليشنس اللي هنه منه ذن. شوف. الحالة الاولى يقول. بزيشن اور بلونج اغنس. يعني الشيء المن يعود الى فلان. يملكه. من اقول. يعني هاي من يقول. ان ذن اونو فريز في العبارة الاسمية. جونز هات. هاي عبارة اسمية. جونز هات. قبعة جون. شبيهة؟ بها ستة من لك حلو. يقول ذا ريليشن العلاقة. بين جون انت هات. يقول علاقة ما بين جون والقبعة اس. هي. ذا هات بلونج ستو جون. انه القبعة تعود الى جون. هذا الوصف ينحفظ. هذا معنى البزيشن اور بلونج اغنس. معناها انه هذا الشيء بلونجز ركز. بلونجز يعود المن الى فلان. القبعة تعود الى فلان. اذا تلاحظون بلونجز منين جبت هي من التايتل مالح. شفت شلون؟ ايه. واضحة السر؟ معناها ان القبعة بلونجز تعود المن الى جون. الملكية جاي نوصفه هنا انا. مزين. يا ممكن طلاب لو قال لك مثلا قال لك علي عليز كار سيارة علي. شا اقول له هنا اقول ذا ريليشن العلاقة ركز الكاليشنة في سعيته. ذا ريليشن العلاقة بتوين مكان جون اقول علي. ذا ريليشن بتوين علي. ومكان القبعة اقول كار. ذا ريليشن بتوين علي. ان كار اس هي. شنية ذا. القبعة اقول كار مكانها ذا كار بلونجز تعود المن الى علي. شفت شلون؟ نفس الكاليشة جاي عيتها فقط اغير الشي اللي مملوك ومالك الشي جاي غيرهم. واضح؟ هاي الحالة الاولى اللي هي البزيشن او بلونج ايجنس. شوف الحالة الثانية. الحالة الثانية الكاركتريزيشن التوصيف او الوصف. فيه نفس الاسم. in the noun of race في العبارة الاسمية a cowboy's walk. يعني شن معناهم؟ cowboy معناها راعي الغنم. يرعى بيهن. فيقول مشيت راعي الغنم. ركز. هنا يقول the relation العلاقة بتوين بينه. بينه هو الكاوبوي. هاي الكلمة الاولى. and walk والكلمة الثانية. علاقة ما بينهن شنية? is. هي. هاي بلون ازرق اللي هو الاهم. معناها the walk المشي. جاب الكلمة ممنين منه. can be characterized. يمنين جاب الكلمة من التايتل. جاي تلاحظون? باللون الاسرق جاي ناخذ كلمات من التايتل. يعني جاي تدل انه العنوان ما لهذا التايتل. the walk can be characterized. المشي يمكن ان توصف. or described. المشي يمكن ان توصف. تمام? as. ك. the walking of the cowboy. يعني يقول المشي. المشي هاي ممكن ان توصف. على انها. مشيت راعي الغنم. وين. in the waist of US. في امريكا. نا انا جاي اوصف. مشيت هذا راعي الغنم. يقول هاي المشي مالته. ممكن تشبه يا هو. المشي ما راعي الغنم اللي بامريكا وكذا وهيج. في شرق او غرب امريكا. جاي اوصف. شبت شلون? هذا وصف. يسمونه. حد ما اوصف المشي مالته. بشي ثاني. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة. origin. الاصل. يعني يقول هذا الشي. اصلا عند فلان. يقول انذا ناون فريس في العبارة اللي اسميها هاي. رافايلز بينتينج. يعني يقول رسمة. او رسم رافايل. رافايل يعني. اشتو ما يقول احنا. رسام مشهور. فيقول هاي رسمات اصلها المن. تعود عليها من. رافايل. فيقول هاي العبارة اسميها باللون الاحمر. رافايلز بينتينج. يقول the relation between رافايل علاقة ما بين رافايل. and the painting. والرسم. is that. هي. يقول the origin. ركز. من اجاب الكلمة من التايتل. يعني. الاصل. of the painting. the origin of the painting. اصلا الرسم. goes back. يعود. يعود الرافايل. شفت شلون. هس ممكن واحد يقول. شاشين الاختلاف الثالثة عن الاولى. كنه هنجا يعودا. هنركز. انا من جا يقول. رسم رافايل يعني هو اللي سواه بيده. يعني يعود اليه. اصلا. بينما ذيت شيء يملكه. يعني هو سواه من يما هو ملكه. اكيد اشتراه. يعني مو هو اللي مسويه. ما يعود الى بالاصل باللبة مالتلا. اشتراه هو ملكه. فلذاك نقول position or belong اجنس. بينما نقطة الثالثة لا. هو الشي هو سواه. هو سواه. بلتاني نقول origin يعود عليه. هاش قيت ثلاث نقاط. شوف الرابع. المجا القياس. بنشوف عبارة اسمية. بيها وقت يعني كلمة دل على الوقت. او عن المكان. او على الفالو القيمة. يعني فلوس. قبل تقول المعنى ما لها مجا. قبل. يعني ادولار زورث. يعني يقول قيمة دولار. هاي عبارة اسمية. قيمة دولار. هنا جاي نوصف فالو قيمة. بلتاني يقول هاي. شنية مجا قياس. المعنى ما لها. احنا بعدين راح نشوف جمل طلاب. الكلمات المائلة العبارة الاسمية. بيقول هاي العبارة اسمية المائلة. قل لي شنية معناها. هل هو مجا? هل هو اورجين? هل هو كاراكتريزين او ديسكريبشين? هل هو بيسيشن اوور بلونج اقنيس? هيتش يريد المعاني ما لاتهن. واضح فالله? اي. فهنا منشوف على الوقيت على المكان على الفالو قول مجا قبل مباشرة. فهنا قيمة دولار جاي تطينا شنو في فالو قيمة? اقول مجا. هنا جاي نطينا معناها. يقول ذا ريليشن بتوين دولار. العلاقة ما بين دولار. اي. اند وورث. شنية هي? يقول ذا وورث اوف ذا ثينك. يقول قيمة هذا الشيء او ذلك الشيء هي شنية? ازا دولار. ممكن انا بشخص. يعني هذا شاف اشي عجبه. قيمة تشكت هو دولار. فهيا هي الفكرة مالتها. زيان. النقطة الخامسة. سابجيكت اوف اكت. شنو معناها? سابجيكت اوف اكت معناها. تلقى اسم. واضح طلاب. ووراء اسم ثاني. اي بس شنو معناها? معناها هذا الشخص هو من قام بالعمل. يعني شلون? جاج ديسيجين. قرار القاضي. اقول سابجيكت اوف اكت. ركز سابجيكت اوف اكت. معناها سابجيكت. هو من قام بالاكت. هو من قام بالفعل. يعني هاي جاج ديسيجين. قرار القاضي معناها انه القاضي هو اللي قرر القرار. هو من قام بالعمل. هو من قام بالقرار. فعدما الفاعل هو من يقوم بالعمل هو اللي يسوى هذا الشيء أقول subject of act يعني عندما الكلمة الأولى اللي هو اسم الشخص يقوم بالكلمة الثانية أقول هاي subject of act فلذلك هو يقول هنا The relation between judge العاقة ما بين judge القاضي and decision والقرار هي The judge أو that judge ذلك القاضي decided something إنه هذا القاضي قرر شيء ما يعني قرر decision قرر واضحة الطلاب الفكرة ما النقطة الخامسة subject of act معناها subject هو من قام بالكلمة الثانية اللي هو العمل شوفوا النقطة السادة لا هنا مو subject object of an act هس ممكن واحد يقول شيني ال-an ممكن تحذفه عادي هنا ليش ما موجوده هنا ممكن تخلي subject of an act هنا وهنا تخلي object of an act عادي تحذف ال-an subject of act object of act جداً طبيعي هنا دكتورة هي ما كاتبة an بالجملة الأولى هنا وممكن هي هنا ضيفتها فأنت بكيف يتخلي an خلي بنقطة الخامسة والسادة تحذف ال-an احذفهم بنقطة الخامسة والسادة object of an act معناها أنه هذا الشخص مثلاً كلمة alias criticise نقاط اليت ركز اليت اسم شخص وcriticise critic عفو نقاط أجي نقاط اليت هل اليت هي اللي قامت في الانتقاد؟ لا جاي كله كان نقاط اليت يعني شنوه؟ أكو مجموعة ناس انتقدوا اليت بالتالي اليت يبيع موقع موقع ال-object مثلاً someone يعني شخص ما criticise انتقد منه اليت شخص someone subject criticise فعل اليت مفعول به هي هاي الفكرة مع ال-object of an act معناها شخص ما انتقد اليت زين من نقول اليت punishment يعني عقوبة عقوبة اليت هل معناها هي عاقبة نفسها؟ معناها شخص ما عاقبها عاقبها شخص ما فأقول someone punish اليت شخص ما عاقب اليت فاليت بيام وقع ال-object هاي الفكرة ما ال-object of an act معناها الاسم الأول يعني وقع عليه الاسم الثاني عن طريق شخص ما pitch فهنا يقول العلاقة between اليت and اكريتكس والنقاط هي somebody شخص ما كريتسايز اليت شخص ما شنوه؟ انتقد فاليت هنا بيام موقع somebody subject فالفعل واليت اللي هو شيكون object مفعول به ذني سد نقاط الات ينحفظا الاسم هذا ما لهن تمام وكل واحدة عبارة اسمية مقابيلها هاي ب حفظون اله كل واحدة عبارة اسمية كل واحدة عبارة اسمية وهذا الوصف ما له ينحفظ خاصا باللون الازرق هذا المهم لدينا تبنيها سراحة نشوف لدينا عندنا كتابة فبنيجي بالكتابة نفس هذا الحج في الحج فقط اغير الاسماء مثل painting رفايل هنا عندناك that thing ودولار هنا مثل the judge وsomething فقط اغير الاسماء والكلش نفس نفس واضح طلاب حاليا زيان خلنروح السألما اكو عندنا هنا حالة ambiguity طبعا الصير هنا بس ما ردي اخذها الساعة لما اروح حلي كم تمرين عن هذا الموضوع الموضوع ترى سهل لا شوفونا هيك قدامكم شوية صعب هنا اروح المن هس لحظة هذا chapter الثامن اي عندنا هذا التمرين اهدعش تسعة شيرت من عندي هنا طلاب اكتب ارقام يا ارقام اقول اذني انت مثلا هاي مرقم ستة زيان اللي فوق هاي مرقم خمسة اربعة ثلاثة ثلاثة واحد يقول ما يحتاج تكتب لي مثلا نقطة الخامس مثلا هاي العبارة الاسمية معناها subject of act اي يقول ما يحتاج تكتب لي subject of act شاشة اكتب لك اكتب لي رقمها يقول يعني انا فهمك هي معناها subject of act مثلا شفت عبارة اسمية معناها origin يقول لا تكتب لي origin اكتب لي رقمها يقول we missed the other car يقول احنا يعني فقدنا السيارة يعني يقول كون احنا فقدنا السيارة buy a hair's breath هاي العبارة اسمية هم سويها مائلة يقول هاي شنو معناها هاي اكتب اللي هو وين لحظة هاي راح تكون اجابة رقم راح تكون رقم اربعة اربعة ما يحتاج يقول ماجا بهذا التمرين فقط اربعة اللي راح نشوفها بمعنى space كمساحة اشتون يعني يعني يقول احنا تون نريد نروح ناخد تاكسي تون وصلنا الها بمقدار شعرة وهي حركت فجا يوصف المساحة هو space بمقدار شعرة تون هي تشعر عن السيارة وراح السيارة حركت علينا فبالتال هنا بمعنى space اللي هو مجا فقط يعني يكتب رقم اربعة هنا بالفراغ بس خلنا اخذ بعض مثال ثاني يقول هنا نشوف الثالثة they were playing هم كانوا يلعبون children's games العاب الاطفال هسه هم مو اطفال اكبار يقول هم جاي يلعبون العاب الاطفال يعني ذات تلاحظونا كأنما جاي يوصف لعبهم بلعب الاطفال بالتالي هاي راح تكون اللي هو الهو الهو اللي هي تكون الرقم اثنين الثالثة فأنتم هيت يخذوها العبارة الاسمية هنا يقول هم جاي يلعبون العاب مثل العاب الاطفال هنا اكو وصف زيان تعالي مثلا النقطة الثامنة الكلمات ما الهو احنا اش قلنا اذا شوفوا الوقت الوقت هسيام الاسبوع الساعة كله هذا مجا فأقول رقم اربعة اللي هي تكون مجا اللي هو التايم ما يحتاج اكتب تايم فقط هو كان سعيد حول جين هو كان سعيد حول فوز جين انتم رأيكم طلاب هو نفسه جين لو يختلف ركز هو كان سعيد حول فوز جين لو كان جين هو نفسه خو بيقول هو كان سعيد حول فوز هو بالتالي يقول الهيز يتعود علي من عليه صح ولكن هنا شخص فرحان لين زميلة فاز بالتالي جين مو نفسه لا واحد يختلف بالتالي من هو اللي فاز بالوين جين صح اي فهنا هو سبجيكت أوف اكت اللي هنقل خامسة ليش هنا بمعنى جين هو من قام بالعمل هو اللي فاز يعني اقول مثل وينز ان ذا كومبيتشن جين فاز بمن بالمنافسة بالكمبيتشن شفتش لون هاي فهنان جين هو من قام بمن بالفوز مثلا اقول جين شنو وينز فاز بمن ذا كومبيتشن بالمنافسة أو فاز بمن الجائزة فاضح هاي فقط اكت برقام بهذا التمرين هذا التمرين شوية طلاب يريد وحيركز فانت شا سوى من تروح اشوف الرقم مال بها الكتاب مثلا شفت رقم الثين اذا هنا اجي اشوف اصفن ببالي يعني من رقم الثين وصف شنو معنى ها هنا مثل العاب الاطفال يعني هنا اجي وصف العابهم بالعاب الاطفال هيتش اخذ للجملة رح شوف حلها وتعال هنان يعني حل معنى مالها ليش مثلا خلا سبجكت اوف اكت يعني معناها هذا الاسم هو من قام بمن بالفوز هيتش هذا التمرين ينحفظ هيتش هنان اهدعش بوينت عشرة هذا شي يقول معناها طلاب هذا معناها يقول اكو جمل بها قراءتين شلون يعني بها قراءتين يعني ممكن تلقاها سبجكت اوف اكت اوف اوف اكت هاي شنو ايه ممكن تلقاها يعني اوريجن اصل وتلقاوا اياها مجا هاي شون صارت ايه يقل لك ذن الكلمات اا او ذن الجمل راح تلقا به هاي الحالة طلاب شوفوا طبعا مية بالمية دكتور راح اجيب من ذن الجمل الخمسة بالتالة ذن يدرخوهن يدرخوهن انتو مش راح تلقون ارقام هن موجودة بنهاية الكتاب ممكن اكو بها معان اثنين ثلاث اربعة جدا طبيعي ترا جدا ولكن قبل لا ادخل بهذا التمرين اريد ارجع المنزمة اوضح لكم هاي النقطة اللي اريد اهناش يعني شوان بين اوضح اي هيا شوف اهناش يقول يعني 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 في بعض رحلان يكون واضحات لا ممكن يكون غموض شو غموض هاي الجملة his lost his sons lost graved him هاي الجملة يقول بلون ازرق عندك sons lost خسارة الابن graved him يعني جعلته يعيش بمأساة يقول هاي الهام معان اثنين the relation between son علاق ما بين son والكلمة الثانية lost is ambiguous غامضة it has too many nix الهام معان اثنين الاولى المعنى الاول among lost a son المعنى الاولى يقول الرجل الاب يعني خسر ابنه بالتالي the lost of that son بالتالي خسارة هذا الابن شبيه ها سوت للابو ابو خسر ابنه صار عنده شوف صار عنده made that man sad خلت هذا رجل الاب يكون sad بالتالي شوف شيقول بالتالي يقول in this meaning في هذا المعنى انه الاب خسر ابنه وهاي الخسارة خلت الاب يحزن يقول in this meaning في هذا المعنى المعنى ما بين son and lost is object of an act هذا المعنى الاول تمام يعني معناها شلون هي مو sons lost خسارة ابن معناها انه father lost son او lost his son يعني الاب فقد ابنه فهنا ابنه son مهم كان object father subject lost فعل فعل verb son object بلتا هنا موقع son وين object فأقول object of an act هنا كلش كافي هنا كلش كافي هنا اكمل لك ايها انه يقل لك انه the son is the object of the act of loss يعني يقول انه الصن هو object ما الخسارة قلت لك انا امان loss loss الفعل son اللي هو المفهول به لا بخسار ابنه هاي بكيفة او لا تكتبها جدا طبيعي ما كتبتها عاد هاي القراءة اللي اعتبرته object of not انه الاب خسار ابنه وهاي الخسارة يعني خليتها يحزن المعنى الثاني the second meaning is انه الابن الصن lost something المعنى الثاني انه الابن خسار لشي مثل ضع تليفونه الابن and this lost ولكن هاي الخسارة انه مثل شخص ابنه خسر تليفونه او ضع تليفونه فاجه الابو قال لبابا ضع تليفوني يقول هاي الخسارة made the father sad مثل ابن ضع تليفونه رح لابو قال والله تليفونه ضع هاي الخسارة منه اللي فقدها الصن صح الابن اي يقول هذا الابن اللي خسر تليفونه من رح لابو قال لبابا خسر التليفونه اضع هنا الابو ضع فهنا الخسارة منه اللي خسرها بالجملة اللي اولا قلنا الاب خسر ابنه يعني الابن بمعنى الابن فقلنا object ولكن ولكن الابن خسر شيء معين من هو الخسر الابن صح فهنا الابن بيان موقع الصبجكت فقل subject of an act هاي اقول in the second meaning the relation between sun and lost is subject of an act قام المعناها الصن lost خسر مثل خسر تليفونه بالتالي من هو الخسر الصن بالتالي هو subject of an act بينما ما السرع لا الصن صار وين فابا لوس صن خسر ابنه هنا الصن بالجملة الاولى ذي شيء مكان object فقلت object of an act ولكن هنان لا الابن هو من خسر شيء معين بالتالي صن بون subject of an act فشوف هاي جملة طلاب مهمة بهم معانا اثنين بنتحفظون هنا عندنا نفس الحالة هنان راح اشرحها على السريح هاي لأن المعنى هو موجود قدامكم يعني يقول رمية جون قاتلة هنا رمية جون قاتلة قطيكم معانا بالعربي المعنى الاول ان جون هو من رمى شيء معين مثلا رمى طير فقلنا رمية جون قاتلة من قام بالرمية جون فبالتالي يكون subject of an act بينما المعنى الثاني لا ممكن شخص رمى جون وهيا الرمية كانت قاتلة بالتالي جون مات شخص ما رمى جون بالتالي شخص ما subject رمى فعل جون مفعول به بالتالي يقول المعنى الثاني object of an act شلون فهيا المعنى هنا ما يحتاج انه شرح بعد لانهي هيا حيش بالعربي يقول الاولى جون شوت something جون رمى شيء ما بالتالي جون اكت اف شوت اف شوت تمام يعني يقول جون رمى لشيء معين بالتالي هاي رمى مالت كانت قاتلة يعني سبب موت بالتالي so the first relation is object of act بس من هم القام بالفعل بينما second relation المعنى الثاني is somebody shoots جون شخص ما رمى جون بالتالي هاي ذا الفاعل فعل مفعول به فجون هو من استقبل الفعل بالتالي هنا يكون object فأقول object of an act فأقول شخص ما رمى جون and جون is in a fatal إن شنو مات جون ف death causing condition so the second meaning قبلت هذا المعنى object of act ما يحتاج أكتب shooting و جون فقط أكتب شنو object of act واضح طلاب هاي جملة مهمة ما موش دا بالكتاب بس الدكتور جابتها سنة من السنوات هذا هو جملة تكون بها أكثر من شوف هنا طلاب هذا تم هنا شو راح أسأل طلاب راح ل نقطة وحدة على طبعا أنا ذن جملة قبل شوية قليت بالملزمة والرمي جون والأب خسر ابنه نفس الطريقة ينحل هنا نفس الطريقة هنا لد منك فقط تكتب أرقام يعني أرقام المعاني اللي أخذ ذاهم الساعة فقط أرقام بس علميا في منك شرح نبطي هذا الحج اللي حتي هنا مثلا الجملة الأولى يقول يعني يقول اختبار هذا الشخص كان اختبار مطوض يعني طول بساعتين ثلاثة هنا شا يقول المعنى الخامس والسالس يعني نقطة خمسة وستة راح تقوم موجود شن معناها ناب معنى هذا الشخص يعني هو من قام بالامتحان يعني هو اختبار واحد ممكن هذا دكتور ما الطلاب انطهم اختبار وهذا الاختبار كان اطول اختبار الطلاب طولت به فهذا الاختبار من هو القام بال الدكتور هو اللي اختبر طلابه فأقول هو من القام بالعمل يعني اقول داكتور ميككويز اختبار اختبار هل ستيودين طلابه هنا المعنى ما لا هيكون بالتالي هو من قام بالفعل المعنى الثاني لا شخص ما امتحن دكتور ميككويز فهنا ميككويز صار مكان الاوبجيكت فأقول اوبجيكت اوفناك لهنا قصات مثلا اقول اختبار داكتور ميككويز شلون فاته من تشوفوا الارقام هناك هناك الكتاب راح تاخذ على هذا المعنى نفس الحال تطبق ويه البقية النقلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة هذا تمني مهم طلاب تجيب لكم الدكتورة جملة وتقل لك يا ما تطيني المعنى ما لها انه تقل لي مثل اوبجيكت اوفناك او تطيني الشرح الشرح مثل ما توني شرحت لكم يعني هي تاخذها الجملة بالعربي السويها انت اذا مثلا تقول ما تدرع عبر من يمي هاي انت وصفها مثلا اللي قيت نقل الخامسة يقول اوفناك يعني شنو معناها هذا الدكتور هو اختبار طلابه اروح بالقوغل دكتور اختبار طلابه اطلع لك جواب الانجليزي كوبي اخليها قبالي ذني ادراخين درخ دين الدكتور اجيب معتن بالقليل نقطة وهذا التمرين مهم الامبقوتي واضح زين هاي كملنا هذا الموضوع بعد شعدنا طلابه هنا نصعد هنا نصعد عدنا هنا طلاب شوف هنا طلاب عدنا اذا يعني الفكرة ما لهذا الموضوع رح اختصرها لكم وين رحوا لي هنا شوف هنا يقول يا به احنا موعدنا اس التملك يعني شيء مثل اسم هنا أنا مثلا اقول اقول مثل جون وخلي اس التملك ورا شيء لي ملكه مثل كار صح هاي الحالة اولى ما التملك الحالة الثانية موعدنا off اخذته هالعام بالاولى مثلا اقول ذا كار off جون هاي الحالة الثانية ما التملك مرة بالoff يعني التركيبة ما للوف شنية شي تكون ذا ثابته ورا الاسم اللي اي ملكه الشخص الي هو يكون غالبا غير عاقل وراءuth ثابتة ووراء اسم الشخص الي العاقل هو الي يملك هذا الشي هاي تركيبه مال off أما ذيت شمال اس التملك الشخص العاقل مثل عالي او جون وراء اس التملك ورا شي لي ملكه الي هو يكون غير عاقل صح؟ يمت استخدم الاس انا ويمت استخدم الوف هنا اجا يقول فوق عندما شي يكون anatomy انيمت شن معنى انيمت انكتب لكم انيمت موجود هو فوق هذا انيمت معنى شي او كان حي هاي جوه انيمت انيمت ناونز معنى الكائنات الحية كان حي ممكن انسان او تكملون حيوان الكائن الحي استخدمه يا اس التملك ما استخدمه يا اوف واضح خليها ببالك عندما اشوف اسم كان حي او يعني كبشر او كحيوان استخدمه يا اس عندما اشوف اوف اقول لا اما الشيء الغير عاقل مثل من بدي كذا مثل اقول the lake of the table يعني يقول الساقة الطاولة عاقل انيمت لا مو عاقل هذا استخدمه يا اوف ما استخدمه يا اس زيان بالمجمل طلاب اكو شوفوا بالماستر اكو ماذا اسمها استيالستيكس الاسلوبية هاي الاسلوبية ش تقول اتقول يابا انت ليش تدوغ طلابك اتقلهم اس و اوف عاقل مو عاقل بشر حيوان كرمون من باده ما بشين يقول كل هنين استخدمها الاس و الوف كنهم صح هاي الاسلوبية تقول كنهم صح ولكن قلتلكم انا انا جاي اطيكم فكرة عامة عن الاسلوبية تقول اتقلهم صح ولكن هنانا ش تقول هنانا بس لاحظة هنا واضحة اكثر اكيد لاس لنكم هذا التمرين من ترحب ناية الكتاب ش يقل لك يقل لك ذنني كنهم صح اعيدها بعد اكثر يقول يابا انا مو مطيك هنا خمس نقاط اي نقطة مستخدم لك هنا اس تملك هاي شوفة اس و نقطة مستخدم لك الوف يعني نفس الجملة يعيدها و لكن مرة يطبق عليها اس التملك و مرة الوف نفس الجملة ذا تلاحظون ايو بي نفس الجملة ايو بي نفس الجملة ايو بي واضح نفس الجملة ابنها هاي الكتاب يقول لك كل انصح يعني ماكو غلط لان هذا الكتاب مااشي على نظرية الاسلوبية ولكن الدكتورة ش راح تقول لك هي انا متأكد بتش راح يكون قل لك كتين انصح بس احنا ش نسوي ش نسوي نمشي على قاعدتنا المتعارف عليها الكان الحي انسان حيوان اس التملك غير ذني ش اقول اللي هو اوف اهنا ندخلي فقط علامة صح اج انا سقف المنزل كان حي لا ما العلاقة به هذا يعني التركيبة غلط حسب اللي دكتورة تريدها عوفي الاسلوبية هسا على صفحة بتقول كلهم الصح احنا جاينا نمشي على نظرية الدكتورة بتقول انه عاقل العفو كان حي قل اس التملك غير كان حي قل اوف فهنا سقف المنزل مستخدم له هاي بجملة الاولية اس التملك غلط هو يعني غير كان حي الجملة الثانية مستخدم الاوف هو غير كان حي بالتالي هاي جملة صح فالنقطة الثانية خلق علامة صح عليها جملة الثالثة يعني يقول شون البندقية مع الجندي الجندي كان حي لولا ايه فهاي بها اس التملك اذا نخلي قدامه صح بينما هنا البي الريفل اوف السولجر احنا مستخدم الاوف هاي جملة ما العلاقة بها غلط هنا قلنا الكان حي الا اس مو تكتب اكس لا عوفها فراغ الفراغ اهنا بالليون اسكلة لون العشب العشب مو كان حي بالتالي ما الاس التملك ما استخدمها اروح لجواها مع الاوف هاي the color of the noun اخلي مقابلها صح اهنان we admire the dog's silky coat يقول احنا انا حبينا الشعر او الملبس ما ال dog فال dog شبي طلاب كان حي صح اقول مستخدم لا اس التملك ايه هو هاذو نريد احنا اخلي مقابلها صح بينما تجوا هنا اقول the skill coat of that dog هنا ما استخدم الاوف لا قلنا ما دام كان حي لازم اس وليس اوف اعوفه ما حلهاي فراغ يقول the house burn was torn يعني يقول القبعة الحافة ما لتنقطمت او راحت القبعة غير عاقد بالتالي ما استخدمها الاس تملك استخدم الاوف فهي الاخر وحدة اخلي مقابلها صح فتشلون هذا التمرين هاتش انحل بالطريقة التريدة الدكتورة اما الكتاب يقل لك لا كلهم صح ولكن انا قلت لك انا مني يجيني بالامتحان والدكتورة هي تقول انا لدي هاي الفكرة مالتي يسبب ان اخذ رجع كاملة انحل على طريقة الدكتورة واضح طلاب زين هاي كمنا ذني عدنا اخر موضوع هنا طلاب شوفه هاذ التمرين او عليمن يقول يابا احنا الاسماء اقول هاي الاسماء تابعة للناون البرادايم لتصاريف الاسماء يقول شلون اجزم انه هاي الاسماء تابعة للناون البرادايم او لا شوف يقول عدنا تيست اختبار شلو هالاختبار يقول اذا اذا الكلمة has two or more forms of the paradigm يقول ذا كلمة الاسم بها شكليا او اكثر ركز شكليا او اكثر اعتبر انه هاي الاسم او هاي الكلمة تابعة للناون البرادايم واعتبرها اسم we shall label it a noun اعيدها يقول انا عندي اختبار اختبر هاي الكلمة اسم او لا اذا الها اكثر من شكليا العفو اذا الها شكليا فما وفوق اقول هاي اسم ناون وتابعة للناون البرادايم مثلا كلمة دوتة ابنه الاسم الكلمة المجردة ما اعتبرها شكلي لا اروح لي اس التملك المفرد واس الجمع واس التملك ما تجمع اذا اكو فقط شكليا اقول هاي اسم ثلاثة شكال اسم اذا لقيت فقط اس التملك مفرد يعني هذا شكل واحد يعتبر عليه هذا ما اعتبر شكل المجردة اللي هو البيس الاسم انساك انا ما موجود انا شغل وذين الثلاثة اذا لقيت شكليا اقول هذا شنو اسم ثلاثة شكال اسم لقيت لا والله يعني بس شكل واحد بس هذا اقول مو اسم هو جاي يقلي فوق لازم تلقى شكليا هاي two or more شكليا او اكثر فهنا daughter ابنة ما العلاقة بهذا قلنا مو شكل هنا بلاش بداني ثلاثة شكال اخر شي daughters ابنة هنا اس التملك خذتها daughters بنات اس الجمع daughters هنا اس التملك مال جمع بلتالة اقول هاي اسم ازين ركز يقول but if it has only one form ولكن ذا وحدة الها بس شكل واحد مثل برايفري برايفري معناه شنوى شجاعة يقول هاي ما اقدر اخيليها اس التملك اس الجمع اس التملك اس جمع ماكو هاي ما اعتبرها اسم انت صح راح تروح ترجيم هي طلع لك هي اسم برايفري ولكن الى هذا الاختبار ما اعتبرها اسم خافوا تجيبها لكم الدكتورة هاي ادلكم ناون اسم قلوها لا غلط ليش وان ما تابعلي الاختبار ماننا اللي يسوينا قبل شوية ما قدر اضيف الاس التملك ولا قد اضيف الاس الجمع ولا قدر أضيف numa اس تملك ما الجمع مساحةena استملك في مفرد وهساستملك ما الجمع ماق highlighted ما اقدر زين تعالي بالله التمري هنا قدت برايفري شو راح نسوي ناخذ كم نقطة هو شي يقولك اكتبO اذا هذه الكلمة اللي قيت ته ومن دك فراغة ذنية ايouter اذا الكلمة كانت اسم يعني قبلة هذا الاختبار به شكلين فما فوق اكتب أن بالفراغ لا والله مو اسم أو ما لها أشكال اثنين فما فوق خلي المربع فارغ أو الفراغ فارغ player لاعب أنا هذا اللاعب من أضيف له S جمع players لاعبين أي أو أضيف له S التملكم المفرد مثل players ball كرة اللاعب هاي ذين شكلين أو أقول players balls يعني كرات اللاعبون فشفت خلت الأشكال كلها بالتالي اعتبر هاي اسم اكتب أن أنا ما يحتاج أسوي الاختبار لها فقط جا أوضح لكم أنه هاي الكلمة خذت الاختبار فاكتب فقط أن pray نا يدعو أو يصلي فعل هاي عوفه فارغ side walk شن معنى الرصيف النمشي عليه اسم أقول أن بعش عدي ذني relax وكياس فوضى وهذا ما يأخذ الاختبار فارغات nation هاي اسم عندك الانكل عام اسم discovery الاكتشاف اسم وإلى آخره راح يشوفون أنتم أكو كلمات الفارغة يعني هاي مو اسم ما تابعا لهذا الاختبار اللي قيت أن يعني هاي تابعا للاختبار في احتماد اكتور جيبكم واحد من الكلمات وتقل لك هاي الكلمة اسم أو لا أو تقل لك مثل يابا هاي بلاير تقبل الاختبار اللي سوينا ذاكي ما الداكتور ما الداوتة دوترز تقبل يعني هاي اسم أقول صح قالت لي مثلا كلمة كياس هاي فوضى هي اسم بس ما تقبل الاختبار ما الداكه هو هذا التمرين يقل لذاك كلمة تقبل الاختبار اكتب أن ما تقبل الاختبار حتى وين كانت اسم خليها فارغة فهاي ممكن نجيب لك إيها الرابعة تقل لك إنه هاي الكلمة شبهة تقبل الاختبار ما الداكه اللي سوينا أقول لها غلط شوف شلون هاي الفكرة موضوع سهل بس يراد لشوي تركيز فإن شاء الله الفيديو الجاي راح نتكلم عن الفيديو حالي طلاب وصلنا لها هاي الفيديو التقن إن شاء الله الفيديو جديد معه في سلام